نهاردة في تمام السبع مساء كل كده العيون وكل عشاق الكرة هتتوجه للمغرب مباراة مهمة جدا هتجمع منتخبنا الوطني ضد منتخب موريتانيا ضمن تصفيات جأس أمم إفريقيا اللي هتقام إن شاء الله في المغرب 2025 المباراة دي بتعتبر فرصة كبيرة جدا للمنتخب الوطني لتحقيق الفوز وجمع النقاط اللازمة للتأهل تفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة توقعات وتحليلات مع اللي منورنا دايما في ستوديو صباح الخير يا مصر ناقد والمحل الأرياضي محمد عفيفي صباح تقول عليك محمد منورنا ومشرفنا وصباح الخير عليك صباح الخير صباح الخير جمان هانم صباح الخير دكتور محمد صباح الخير على كل المشاهدين صباح الخير يا مصر أينما كانوا طبعا صباح الخير عليك يا محمد والحقيقة أنا بأتفائل بيك متبع علي صباح الخير يا مصر بس خليني في البداية كده على مصر ومحمد إن شاء الله محمد الحقيقة لو بوصينا الأداء المنتخب في البطولة دي وأداء قوي الحمد لله ومنتخب الوطني يعتبر من أقوى يعني عنده خطوة لجوم من أقوى خطوط لجوم في المنتخبات الـ 48 المشاركة في المنتخبات قارة أفريقيا هاي سأعرف منك تحليلك لأداء المنتخب الوطني في المباريات اللي فاتت تشوفنا أداء قوي جدا أمام كاب فيردي وبوتسوانا وحتى يمكن نفوز بنتائج كبيرة مش بسيطة وتصدرنا للمجموعة يعني سأعرف كده رؤيتك الأول وتحليلك لأداء منتخبنا على مدار الماتشات اللي فاتت طيب بسم الله وبالتأكيد منتخبنا الوطني من أقوى المنتخبات في الكهرة الأفريقية دلوقتي بالمستوى الفاني الذي يقدم في المباريات مش هقول إنه مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في المملكة المغربية واللي تم إرجاءها بالمناسبة من يونيو 2025 لديسمبر 2025 ثم يناير 2026 بسبب كأس العالم الأندية بالشكل الجديد اللي هيكون في الولايات المتحدة لكن بشكل عام منتخب مصر بيأسير في تصفيات ليست هي الاختبار الحقيقي ولكن منتخب مصر بيظهر بالوجه الحقيقي للكورة المصرية فكرة إنه عدم التهاون بمنتخبات ليست في أفضل حالتك وإنت في أفضل حالتك فما بتنزلش بالمستوى للمستوى الأدنى أو ما بتتجرش للأداء السلبي اللي ممكن يخدق ليه منتخب زي الكابفرد اللي ظهر في كأس الأمم الأفريقية بشكل قوي جدا وتعديلنا معها بصعوبة ولكن مش هو المنتخب اللي عنده استمرارية أو نفس طويل أو لعبين يقدروا أن هم يرهبوا مجموعة منتخب مصر أو مجموعة لعبين الموجودين والإدارة الفنية بقيادة حسام حسن فتفوق ثلاثة لشيء في الكاهرة ثم أربع لشيء على بوتسوانا في بوتسوانا رغم الغيابات اللي كانت عندك والمؤثرة زي مصفى محمد ما كانش موجود محمد عبد المنعم كان يغيب عن هذه المباراة والشكل العام بنسب حتى للإصابات اللي كانت موجودة والغيابات لكن المنتخب عنده البدائل وده مهمة قوي فكرة إنه في كل مركز عندك تقل طبعا والعيبة موجودة مش بس أهلي وزمالك ومش بس محترفين حتى لما بيغيب أو بيخرج محمد صلاح فعندنا مصفى فتحي بينزل بعمل شغلة كويس جدا إبراهيم عادل عمل شغلة رائع مع مدخبنة الأولمبي بيرمز من قبلها ومع مدخبنة الواطن الأول فمجموعة اللعبين والتوليفة بشكل عام في المباراتين السابقتين مقدرش أقول إنها مستوى فني نقدر نقف عليه أو نرتكز عليه ولكن هو مستوى فني رائع بما أنه إحنا الليدر إحنا بنروح للمستوى الأعلى هنتكلم عن التشكيل طبعا وتوقعاتك لتشكيل النهارة إن شاء الله لكن بس عاد أتكلم معك في نقطة إنه الكرة الأفريقية دلوقتي ما بقتش تعترف بالتاريخ يعني إحنا شفنا فرق كبيرة جدا بتودع البطولة شفنا بتسوانة بتفوز على كافيردي بتشوفنا كمان يعني فرق ليها تاريخ طويل في الكرة أداءها ببقى مختلف تماما إيه اللي تغير في الكرة الأفريقية؟ وإزاي إحنا وعيين للفكرة دي إنه ممكن فرق صغيرة جدا تحقق بطولات وممكن فرق صغيرة تحقق يعني أرقام كبيرة في البطولة صحيح الفرق الصغيرة دائما في الكرة الأفريقية مع الاحتراف وخروج لعبين كثر بيروحوا للدوريات الأوروبية فنشوف في كل فترة منتخبات بتظهر بمظهر كبير يعني توجه في وقت من الأول كانت قوي جدا من أنجولا في وقت من الأول كانت قوي لكن برضو القوة الكلاسكية أو القوة العظمة في الكرة الأفريقية بتتحرك بالثبات نحو الألقاب يعني مهما تابعنا في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكوديفور كوديفور رفزت باللقب مصر أكثر الأكثر من من توج بهذه البطولة بسبعة ألقاب لا بيوصلوش للآخر النفس الطويل فكرة البطولة همثلها كده في مصر بيرامدز والنادي الأهلي والزمالك في أسوأ الحال بسلاهلي والزمالك عندهم تقل جمع هيري وتقل ثقافة البطولة عكس بيرامدز اللي كان عنده فكرة شوية في أنه ديلي مش عارف يجيب البطولة لأنه ما عندهش التقل ده رغبا عنده مجموعة من اللعبين الكويسين جدا فهي دي الفكرة في القارة الأفريقية لكن كان زمان ما بنروحش كاس العالم بمنتخبات بيها مجموعة من اللعبين مع الكابتن محمود جهري أو كابتن حسن شحاتة أو 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 بسبب أن احنا ما بنروحش في النفس طويل مع منتخبات صغيرة بييجي في أوجه أعطاها فتخطفنا دلوقتي لا دلوقتي في التصفية كاس العالم وتصدرين بنلعب على القوة من الأول وفي نفس الوقت فيه كاس لما أفريقية حتى لو منتخبات ما بنخدناش لتحت أو ما بتجرناش لمستويات سلبية فكمان فكرة أنه بقى التفصيلة أن نبدأ أن نلعب على أعمار سنية صغيرة بمستويات فنية عليها مع احتراف خارجي حتى الاحتراف الداخلي اللي بقى جوة زي ما ذكرت أبراهيم عادل على سبيل المستقبل الأحمد عيد اللي ممكن يخدره النهاردة في إجابة اليومنا في إجابة محمد هاني فلعبين صغيرين بس متقلقين قصروا الحواجز مثلا في الأولمبياد لما وصلنا فيما بين الأربعة الكبار كانوا مقدمين حياة أداء هايل 100% فأنت بتبني المستقبل في أنه أساسك صح يجاب المهزة كريح عندك لعبين عقليتهم احترافية بتقدر أن أنت تواجه اللعبين المحترفين في القرى الأوروبية وعندك أصلا محترفين عمر ماموش 25 سنة الرجل ده خدوها مني السنة جاية ممكن يكون في اندلترة مش موجود في ألمانيا تمن أهداف ستنواري عمل شغل رائع كمستوى فني وأرقام تذكر وتشكر من هذا اللعب لأنه مميز جدا وجاي مع محمد صلاح مع مجموعة من النجوم ففيه توليفة حلوة عجباني فيه متخب مصر وده اللي بيدينا قدر أن نواجه أي متخب ممكن أن نطفد في القرى الأفريقية الفكر كمان مهم جدا أنت يكون عندك صف أول وثاني وثالث وعندك بدل اللعب في نفس المكان لعب واثنين وثلاثة دي مهمة جدا مصدر قوة طبعا بكل تأكيد وده بتعزز فكرة النفس الطويل أنت تقدر طول الوقت المباراة تقدر أنت تقدم لعبين وتقدر تقدم أداء قوي فيات كمان بشكل عامل بالزبط طيب خلينا نروح للتاكتكس وشايف أنه إيه التشكيل اللي ممكن النهاردة يلعب بيه حسن عزت؟ مفيش غلاف على بعض اللاعبين الأساسيين اللي موجودين في أماكنهم زي محمد الشناوي لازم يكون في حراس المرمى كخبرة كتقيل مهما كان قوة المنتخب الغريم فانت عندك حارس لازم يكون تقيل قائد على أرض الملعب محمد حمدي في الجهة اليسرى في غياب فتوح خلاص نحن بنكلم عن محمد حمدي هو أساسي وكده واخد ثقة تعين كل مدير فاني محمد هاني غاب عندك عيد اللعب أحمد عيد وتقلق مع زمالك متخبنا الأولمبي موجود دلوقتي مع نادي المصري وياخد الثقة في هذا المكان يمكن محمد شحاتة كان تقلق مع نادي الزمالك في هذه الفترة لكن مكانه الأساسي في وسط الملعب فهو ليس هيجازف العميد ويلعب اللعب واخد رجلي واغدة على المكان ده وفي مباراة أمام متخب موريتانيا آه ديربي عربي وفي كل الأحوال متخب موريتانيا مش سهل وتطور في السنوات الأخيرة ثلاث آخر نسخ من كاس الأمم الأفريقية موجود بالزبط ومنتخب جسمانية قوية ومعضل يقبل أن يخد لكن لعب حجم محمد عيد النهاردة مش هيلاقي معاناة فممكن ياخد الفرصة في هذه المباراة زي ما كان مع المتخبات في الأعمار السنة المختلفة أو متخبنا الأولمبي محمد عبد المنم يعود في ننسى قصة حجازي لأنه حجازي على خلاف وهو شايف أنه خط الدفاع بتكلمين دواتي عن خط الدفاع بالزبط محمد عبد المنم من نهاردة رامي ربيع الاتنين متقلقي سواء كان في الدورة الفرنس بالزبط سواء كان محمد عبد المنم أو حتى رامي ربيع مع ناد الأهلي متقلق واخد الثقة وبيجيب أهداف وربنا بعد أن نشارل إصاباته ده مهمة جدا قوة منتخبنا الوطني هو هيلاع بطريقة أربعة تلاتة تلاتة قوته في خطفته هو عايز يخطف والعميد حسام حسن بيلعب على دي اخطف من البداية خليك قوي من البداية أنت اللي تتحكم في التمج والريتم والإقاع على الأرض فقوة منتخبنا الوطني فيه ثلاثي نص ملعب وده اللي بعتمد عليه ناد الأهلي بمناسبة ناد الأهلي برضو بيعنده قدرته في قوته في نص ملعب فمنتخب مصر بيلعب على ده يغيب إمام عشور لكن مروان عطيه موجود تريزيجيه موجود زيزو موجود والميزة أنك هتلاعب زيزو وصلاح مرموش وتريزيجيه الأربعة دول موجودين على الأرض ملعب كل واحد يقدر يلعب جناح في مكانه طبعا فيه لعبة وسطه جناح بالضبط لكن زيزو بيلعب بيجيد في نص الملعب ولما بيميل ناحية الميل مروان عطيه طبعا كارتكاز لخلاف عليه في الفترة الأخيرة هو متقلق مع ناد الأهلي وتريزيجيه بأدواره الدفاعية يعني هو عنده نص ملعب هجوه مشارس لكن بواجبات الدفاعية بدأ بفيها انضباط وده مدي قوة المتخبن الوطني في المباريات الماضية مرموش وتقلقه 8 أهداف 6 مباريات 4 فرص صناح على الأهداف فمعدل أرقام يخد مع أنتراكت فرانكفورت في الدور الألماني وسجل في البايرن في نيوير وعمل شغل رائع جدا فلازم يعاول عليه زيزم يكون موجود على الأرض ملعب في هذه المباراة مع محمد صلاح طبعا واتمنى أن محمد صلاح ما يخشش في القلب يعني هو مصطفى محمد الحمد لله دلوقتي يبقى موجود وعاد من جديد بعد الإصابة غاب في المباراتين الأولى والتانية في التصفيات لكن يعود مصطفى محمد هيدي فرصة أكتر للحرية محمد صلاح بمركزه اللي بيعتد عليه من بره الجوه ما يبقاش في القلب بايع نفسه أو بينزل النص ملعب كتير لأنه بيضيع ولما في الزحمة بيضيع بنفقد قوة محمد صلاح الحقيقة فطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة طريقة هجوم شرس على مداخب موريتانيا عايز يحصره من البداية موريتانيا يعني الراجل أمير عبدو مدرب زكي وشفناه مقاد جزر القمر من بطلتين أمم أفريقيا وعمل شرور إيه اللي قطت ضعف في الفريق الموريتاني اللي ممكن حسام حسن يلعب عليه كتير أفكرا أنا قطت ضعف أولا وبس عنده مهاجم كده يخضنا شوية اللي هو إدريسة يام مع سليمان قال الاتنين دول يخضونا شوية من العرضيات فطول ما أنت محجم خطورة الظاهرين لما بيطيروا وده في استاد قاهرة أو في مصر مش هيتيروا بشكل كبير لكن عنده عيب في النصر أنه ما بيعرفش يرتكز على الكرة بشكل سليم ما بيعرفش إبني الهجمة من تحته وما بيعتمدوا على بناء الهجمة من رجل الرجل على الأرض فلو ضغط عليهم بيتدربك بيتكهرب فممكن يسيب الكرة فتتقطع معنك في الضغط العالي بالشكل المدروس مع توزيع المجهود من منتخبنا الوطني ممكن تقطع الكرة بشكل أفضل كمان خط الدفاعه في العرضيات مش برضو أحسن حاجة طوال القامة لكن ما بيعرفوش يطلع الكرة بالشكل المتقن السكن بول أو الكرة الثانية اللي بتخرج من دفاعهم مش بيعرفوا يستلموها أو بيبقى وشهم لمرمهم فبيخطئوا أخطاء كثيرة فبشكل عام لا فيه أخطاء منتخب موريتانيا ومش بالقوة الكبيرة اللي شفناها عليها في الفترات الأخيرة ففرصة كبيرة للمتخب مصر النوحة نتيجة إجابية كمان قبل مباراة السلساء يوم 15 بإذن الله ودي مباراة الجولة الرابعة دائما صاحب الجولة الثالثة هو اللي بيواجه في الجولة الرابعة فهنروح لنواكشوت إن شاء الله في موريتانيا هنكون فيه مباراة وكمان على أرضية نجيل صناعي فالأمور هتختلف شوية مع استعداد منتخبنا الوطني لكن بإذن الله من النهاردة نحط النوت رقم 9 نحط قدم في المملكة المغربية بإذن الله في كاسة الأمم الأفريقية بشكل عامية محمد إحنا يمكن كانت قافتنا في الكرة المصرية للأسف وحتى مع المنتخب عندنا كان مشكلة كده طول الوقت بيتكرروا أولا النفس الطويل زي ما أنت قلت عليه وزي ما أنت قلت تغلبنا على النقطة دي الكرات السابتة وفكرة التناغم بين اللعيبة في أرض الملعب شايف إنه لسه المشاكل دي موجودة وهل عندنا نقاط ضعف أخرى مهم أن نشاور عليها برضو عشان تبقى فعين الاعتبار النقطة السلبية اللي دايما فيه الكرة المصرية بشكل عام في سنوات كتير قوي ماضية ومنحاول نصلاح بالصبر نوع دين فيها مشكلة ومع منتخبات أفريقيا تحديد العرضيات كرات السابتة والعرضيات عندنا مشكلة فكرة الوقفة السليمة فكرة أنك تبص على كرة أو تبص على المدافع الانضباط في الرقابة على مجموعة نلعبين تولي قمفة في العرضيات بيتعاملوا ممكن خطفة واحدة بيسددوا بشكل قوي من نص الملعب نمين بها ومحسن باد ولعبين موجودين تقال نشوفهم حتى في فرق موجودة من موريتانيا في البطلات الأفريقية فإنه لا في مشكلة في خط الدفاعنا لما ما بيكونش فيه تناغم يعني أنا أشوف أن رامر ربيع مع محمد عبد الملم لعبه كتير في نادل أهلي فما أفتكرش أنه غياب محمد عبد الملم ثم عودته هتعمل فجوة اللي اتنين فهمين بعض فالصلابة الدينية هتفرق لكن نتمنى في حاجة تانية عندنا مشكلة فيها ودي ما زالت موجودة حسام حسن راجل كبير ورائع وراسي وبيستوي فنيا وإحنا معاه وفي ظاهره طالما يقود منتخبنا الواطن الأول ولسه في الاختبرات القوية احنا عنا على كس العالم بإذن الله أكيد 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 في كنة دلوقات المتحدة ومكسيك أنه مايركزش مع العالم مايركزش مع العالم يعني مايروحش يقول أصلا سمعت مين بيتكلم فين فقال إيه فماينفعش أنت تقول كده تمنكش دعوة اللي يقول يقول أنت ركز في متخب بلادك ركز على نقاط القوة وظاف ركز في الملعب ركز في الملعب لكي يقول بالزبط لأنه الكلام الكتير ده ماينفعش مثلا يقول أن في حد بيقول إن إحنا لو جمعنا مجموع من اللعبين ينزل يكسب تصفيات كاسة لأمم أفريقية مش دورك اللي يقول يقول أنت تقول أنه أنا هفوز بالمباراة بسبب واحد اثنين ثلاثة هشتغل عليه لكن أنت تركز مع حد يقول أن تصفيات سهلة مش مبيناني أنت كده بتبين أنك مهزوز في نتائجك حتى لو أنت عامل نتائج كبيرة تصريحات تضر تضر ما تفتش والضر كمان ذهن اللعبين اللي موجودين لو لأنهم محترفين فهم ما بيهتدركوا ده ففعل فكرة الصلابة الزهنية عندهم لكن ما ينفعش ده مع مباراة كبيرة أنت كده بتأثر على مجموعنا اللعبين صغر سنين زي أحمد عهيد لا وشفنا التهاون دايما لو كان مين قدامنا بيوصلنا فين أي أن كان وجربناها مية في المية فالعقلية اللي من فوق بتأثر على كل اللي تحت بما فيه محمد صلاح فما بلاش يعني بلاش نتجرل ده وخلينا محترفين زي الأجانب اللي بيبقوا موجودين لأن احنا أعلى منهم بس المنتالة اللي كلم عنه محمد صلاح عبدك تفري كتير نعتبر بشكل كبير حسامنا التأهل في المجموعة احنا بتكلم على ست نقاط واخدين العالمة الكاملة زي ما بيقولوا وفي المجموعة المؤهلة لكأسة أمم أفريقيا 2025 المغرب عايز أسألك على المحمد عفيفي خيف منه في المطش ده والمطشات اللي جاي العودة إن شاء الله أو الذهاب اللي حتكون هناك في نواكشوت في التشكيل والخطة الخاصة بحسام حسن مفيش حاجة تخوف لأنه احنا لسا محسن ناشت تأهل بشكل كبير احنا أول جولتين من ست جولتين بوتسوانا يمكن لما تفوز على كافردي فقدت فرصة أكتر المضحب مصر احنا فوزنا على كافردي تلاتة لشيء في القاهرة وبعدين على بوتسوانا في بوتسوانا أربعة لشيء وكان في غيابات غياب مصفى محمد وكسبنا النهاردة يبقى فيه شوية الحصوص 9 نقاط فأنت حطت قدم خلصت الجولة أو مرحلة الذهاب قبل آخر تلات جولات وأنت فايز بتلات مباريات خلاص أنت أول وثاني من كل مجموعة بيتأهله مباشرة ويتأهله مباشرة أنك مثلا تروح يوم التلات لعب في النواكشوت في المنتخب الموريتاني النقاط بتضاف فتصنيف أعلى فثقة أكبر للعبين وده مهم جدا حتى مع تصفيات كأس العالم كنت بخاف من فكرة التعالي أو فكرة أنه تصفيات سهلة الاستهالة بالخاص الاستهالة أو أنك تجر بالمستوى الفني لمستوى أقل أو أدنى أنت اللي تنزل مش بترفع المستوى الأعلى زي مبارات بوتسوانا مبارات بوتسوانا إحنا لتفاقنا بالأربعة حتى لو جات علينا فرص ولكن حارس مرماك صحي دفعك لو فيه أخطاء كانت بينا جدا لكن هجومك بيخلص وده مهم وكان عندنا عيب كبير قوي في مصر أو في منتخبنا الوطني أنه ما بيخلصش فرص كتير وده ضايع مننا حتى مبارات تعادل كانت في تصفيات كأس العالم آخر الجوالة اللي احنا لعبناها في تصفيات كأس العالم فكان عندك فرص بشكل أفضل ده بدأنا أن نتدركه لأنك بدأ يبع عندك قوة في مجموع من لعبين زي ما جمعين هاني متكلمت أنك البديل تقيل فبينزل يسد ويشيل بشكل عام زي إبراهيم عادل زي مصففة فتحي زي أسامة فيصل حتى لما لعب مصففة فتحي لما كان مصففة محمد عفوا لما كان غائب لكن ما قداش بالمصفة الكبير لكن عندك مهاجم شرس هجام بيقدر أنه هو يحرر حتى اللي حواليه الطريقة الفنية اللي تلعب بها طريقة هجومية الجمهور المصري بيبقى سابورتليك بيدعمك بشكل أو بآخر لأنه الناس بتفكر في الأداء الجمالي كمان وده اللي بيعمله العميد حسام حسن وفرصة حلوة قوي لأنه تصفيات سهلة مش صعبة لأنه بقى واقعين الفرق اللي معنا فينا بالضبط فست في تصفيات كأس العالم وخدت الثقة من البداية في الجوالات اللي انت لعبتها بتصدر هنا بتصدر هناك بتقرب فبتديك فرصة أن انت تكسب مكسب بيجيب مكسب ثقة بتجيب ثقة انت نفسك بتبقى عملك قدر على أنك تلعب حتى لو مش في أفضل حالتك بيستطيع عرف تكسب وده مهم جدا مع كمان التفاهم مع محمد صلاح يبقى النجم الأول لمتخب مصر مع مرموش مع تريزيجي مع حتى حمدي فتح لما يكون النهاردة غايب لما توظف كاستوبر في غياب محمد عبد المنعم سوما يعود النهاردة على ديكة البودلاء قد يكون الفكرة بشكل عام أن كل اللي عمين موت نغمين على عقلية محمد صلاح أنه إحنا بنفوز فإحنا بننتقل لمستوى أرقى فكلنا بنعلم مع بعض الأداء الفردي قيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعية ونتيجة بيجبية دايما بقولها في التعليق على المبراءات وده حلو في منتخبنا الوطني ما تبصيش لصلاح بس وفي نفس الوقت ما تلعبش بالأداء الجماعي السلبي إلعب الأداء الفردي يخدم على الأداء الجماعي وفي نفس الوقت متناغمين كلنا مع بعض بنعلم مع بعض وده مهم جدا أخيرا توقعتك لنتيجة المباراة فوز مصر إن شاء الله منتخبنا الوطني ما لا يقل عن اتنين لشيء هنزعل يعني اتنين لشيء فيما فوق بإذن الله وكمان في المباراة العودة حتى لو كانت على أرض نجيل صناعي إن شاء الله أيهما تسفل الأساء وشك حالو دايما علينا محمد عفيف وشك حالو على المنتخب الوطني نورتنا وكالعادة دايما أفدتنا بتحليلاتك ومعلوماتك محمد عفيف في الناقض المعلق الرياضي صباح سبع الخير شكرا شكرا نورت